لا تهدأ المواجهات في مديرية صرواح غربية محافظة مأرب إلا وتعود مجددا فالجيش الوطني الذي يرتب لاستكمال عملية نصر اثنان مستمر بالعمل على تحقيق أهدافها كما يبذل أفراده المزيد من الجهود لاجتياز العقبات التي تعيق تحركاتهم الجبهة صرواح يعني بشبه دوما وشات في الأسلاحة الثقيلة والمتوسطة هناك الاعداد على قدم مساق الاستكمال مرحلة نصر اثنان وإن ساد الهدوء للحظات ومرت الجبهة بشيء من الحذر يظل هدف التقدم حاضرا بالنسبة للجيش مستعدين استعداد عالي وهناك مناوشات وهناك تسمى استراحة المقاتل ولا يعني هذا أننا توقفنا أو أن هناك عاقة هنا حيث يدفع بأفراده على شكل كتائبة وتصل أحيانا إلى ألوية في جميع الجبهات ومنها هذه الجبهة المتوترة على الدوام والتي تمثل آخر المعاقل الحيوية للميليشيات في محافظة مأرب تعد جبهة صرواح إحدى الجبهات المهمة للميليشيا كونها آخر معاقلهم الاستراتيجية في محافظة مأرب كما تمثل حائط الصد الأول حول صنعاء إذ ترتبط مباشرة بمدرية خولان الواقعة في نطاق صنعاء وهو ما يراه متابعون بأن تخليص ما تبقى منها قد يتطلب المزيد من التحضيرات لتنفيذ العملية وأيضا المزيد من التضحيات اشتركوا في القناة